لابد الفهم العميق لموارد الشرع يجعل الإنسان يمتلئ بفهم الشريعة ويضع الأمور في نصابها لابد دائما يتأمل الإنسان في هذه الموارد لماذا تصرف فيها الشرع على هذا النحو أو تصرف فيها العلماء على هذا النحو يعني أضرب لكم مثال تعرفون أن من جعل شيئا من الأشياء سببا وهو ليس كذلك فإن الذي فعله يعد من الشرك الأسرار صح؟ طيب لماذا جعل من الشرك؟ لماذا جعل من مجموع كلامكما؟ لأمرين أحدهما ما فيه من تعلق القلب وإقباله على هذا السبب لما فيه من إقبال القلب والتعلق بهذا السبب وانصرافه عن الإقبال على الله عز وجل والآخر أن جعل هذا السبب شارك الله في جعل الأسباب القدرية أن جعل هذا السبب شارك الله في جعل الأسباب الشرعية يعني جعل الأسباب القدرية في جعل الأسباب القدرية يعني مثلا الله جعل السحاب سببا لنزول المطر هذا جعل الحلقة سببا لدفع البلاء رأيتم لماذا؟ واقتصر على الثاني شيخنا بن عثيمين رحمه الله اقتصر على ذكر الثاني وهو فيهما الأمرين لكن هنا أن تفهم غور المسألة غور المسألة هذا جعل جعل السببا كونيا وهو ليس كذلك واضح؟ عد فعله شركة واضح عندكم؟ طيب من يجعل سببا شرعيا وليس كذلك ما حكم فعله؟ يعني خلاصة المسألة جعل الأسباب القدرية يعد شركة أصغر وجعل الأسباب الشرعية يعد بدعة لا يأتي بالتفريق يا محمد لماذا تسمى الشارع؟ صحيح كلامك، لكن لماذا الشارع تصر في هذا؟ صحيح كلامك، أن الأسباب القدرية يختص علمها بالله أن الأسباب القدرية يختص علمها بالله فلا توجد لمدعيها شبهة في دعوة لا توجد لمدعيها شبهة في مدعه بخلاف الأسباب الشرعية فشبهته التقرب إلى الله بهذه المحبوبة فشبهته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المحبوبات والشبهة معتبرة في الأحكام ويذكرون هذا في تأثيرها في أسماء الدين مثل التكفير والتبديع وغيرها أإنما أردت هذا مثالاً لنرجع إلى أصل المسألة وهو أن الشرع جعل الدعاء عبادة لأن مدار الدعاء في كلام العرب هو على الطلب والسؤال لأن مدار الدعاء في كلام العرب على الدعاء على الطلب والسؤال فالداعي لله بحاله أو قاله هو يطلب منه ويسأله فالداعي لله بحاله أو قاله هو يطلب من الله ويسأله وهذه هي حقيقة عبادة وهذه هي حقيقة عبادة فحقيقة العبادة خضوع العبد ومحبته لله وهذا الخضوع المحبة يستدعي أن يطلب من الله فمن زعم أنه يعبد الله وهو لا يطلبه فهو كاذب في دعوة فلأجل هذا جعل الشرع الدعاء عباده فلأجل هذا جعل الشرع الدعاء عباده فصار قول المصنف لا يشرك معه أحد في عبادته مطابق للآية التي ذكرها لما تقدم من أن الدعاء هو العبادة